هذا وشدد شكري على ضرورة انتهاج سبيل للحوار للتواصل لتسوية ديبلوماسية للأزمة الأوكرانية وأشار شكري إلى تأثر مصر من تداعيات الأزمة الأوكرانية كغيرها من اقتصادات العالم بسبب تداعياتها على الأمن الغدائي والثاقة وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد شكري أن حل دولتين أمر أساسي لاستقرار المنطقة أكيد تناولنا القضايا الدولية وفي مقدمتها الأوضاع الخاصة بأوكرانيا حيث أكدت مصر مرة أخرى أهمية التوصل إلى حل ديبلوماسي يرتكن إلى الحكمة وإلى الحوار لانتهاء الأعمال العسكرية والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية ديبلوماسية تعفي التبعات التي ترتبت عن الأزمة في أوكرانيا بالتأكيد أن هذه الأزمة مست مصر فيما يتعلق بالأمن الغذائي فيما يتعلق بالطاقة الاقتصادية العالمية وتأثرها بالتضخم وسلسل الإمداد وانقطاحها كلها أمور يجب العمل على تجنبها لأننا نأتي بعد أخاب سنتين من جائحة الكورونا وما ترتب عليها من ضغوط اقتصادية عديدة بالإضافة إلى ذلك تحدثنا بإسهاب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية همية حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والاستمرار العمل المشترك لتحقيق هذا الهدف وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرخية